الى حضرة روح نبينا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات رواه جميع المؤمنين والمؤمنات وإلى حضرات صحاب البدرين واللحذين وسائل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمعين الفاتحة عرض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المظلوب عليهم ولا الضالين رب غفر لي أمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم كل هو الله أهد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أهد بسم الله الرحمن الرحيم كل هو الله أهد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أهد بسم الله الرحمن الرحيم كل هو الله أهد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أهد بسم الله الرحمن الرحيم كل أعود من رب الفلق من شر ما خلقه ومن شر غاسك النداء وقوة ومن شر النفاثات في العقد ومن شر أسد النداء هسد بسم الله الرحمن الرحيم كل أعود من رب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخنّاس الذي يوسمس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمد يوافين ربه ويكافيه مزيدا اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أوصل اللهم ثواب ما قرأناه من القرآن اللظيم إله لرات روح نبينا وسيدنا مستفى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم وإله لرات سائر الأنبياء والأونياء والعلماء والشؤداء والصدقين والصالحين وإلاء حضرات صعاب البدريين والأحديين وسائل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مجمعين اللهم وإلاء حضرات الشيخ ناسيا ولي الله المدبور قد صلى الله تعالى سره العزيز اللهم بحقهم تقبل منا دوائنا بارك لنا في جميع كل أمورنا وبارك لنا في تعلمنا وتعليمنا وبارك لنا في تجاراتنا وقسمنا وزرعنا وأموالنا وأولادنا وأزواجنا وبارك لنا في جميع ما ألطيتنا وبارك لنا في مجلسنا هذا باركة التامة كما باركت على أعبادك الصدقين اللهم وإلاء حضرات من ماتوا منا من آبائنا وأمهاتنا وسائل يقربائنا اللهم غفر لنا ولهم نبر قبورنا وقبورهم بنور القرآن وسر قبورنا وقبورهم ببركة القرآن شرف قبورنا وقبورهم بشرف القرآن اللهم غفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأهياء منه والأموال ربنا آتنا في الدنيا نسنة وفي الآخرة نسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت سميم العليم وتب علينا إنك أمت الطواب الراكيم أمين برحمتك يا أرحم الراكمين وسل الله تعالى وسلم على آخر خلق سيدنا محمد وآله وصعبه أجمعي سبحان ربك رب العزتي أمائي سفون وسلام علي المرسلين والحمد لله رب العالمين سيدنا محطة سبح نمس کارش الشخور ترجمة نانسي قنقر 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 وإنا لجاعلون ما عليها سعيدا جرزا أم حسبت أن أصهاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا أجبا إذ أمل فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لذنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فالربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن 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 فتية آمنوا بربهم وإن نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدا وربتنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلية لو لا يأتون عليهم بسلطان بين فمن نظلم ممن افترى على الله كذبا وإذا اعتزلكموه وما يعبدون إلا الله فأوئل الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويحيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور أو كهفهم ذات اللبين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهو في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يغلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم ميقالا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وقلبهم باصط ذراعي بالوسيد لبت لعج عليهم لبليت منهم فرارا ولملئت منهم رربا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم علموا مما لبثتم فبعثوا أهدكم ببرقكم هذه إلى المدينة هذه إلى المدينة فليظر أيها أزكى طعاما فليأتيكم رزق من أولتنا الطف ولا يشعرن بكم أهدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم ويعيذوكم في ملتهم ولن تفلغوا أيضا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن بعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازرون بينهم أمرهم فقال ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا عن أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابئهم ويقولون خمسة سادسهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم كن ربي يعلموا بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمان فيهم إلا مراءا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أهدا ولا تقولنن شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وكل عسى أن يهديين ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا لأغيب السماوات والأرض أبصر به وأصبع ما لهم من ظاله من ولي ولا يشنك في حكمه أهدا وتل ما أوهي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتهدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداء والعشي يريدون وجهه ولا تعذ عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع منه فلا قلبه أن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وكل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فالإكفر إنا أعتذنا للظالمين نارا أهات بيمصر ذكوا وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمه ليشمل وجوه بئس الشراب وساءة متفقا إن الذين آمنوا وأمنوا الصالحات إنا لا نهيء أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات ودن تجري من تحتهم الأنهار يهلون فيها من أسامر من ذهب ويلبسون ثيابا خذرا من صندس وإستبرك من صندس وإستبرك من متكئين فيها على الأرائك نعم السباب وعسنة مرتفقا واضرب لهم مثلا وجلين جعلنا لأهدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخن وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولو تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمرا فقال لصاهمه وهو يهامره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيذ هذه أبدا وما أظن ساءت قائمة ولئن ردت ردت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يهامره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه هو الله ربي ولا أسرق بربي أهدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فأسى ربي أن يؤتييني قا خيرا من جنتك ويرسل عليها مسبانا من السماء فتصبه سعيدا ذلقا أو يصبه ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيت بثمره فأصبع يقلم قفيه ألا ما أنفق فيها وهي خابية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أهدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هناك الولاعة لله الحق هو خير صبابا وخير نقبا واذرب لهم مثلا ليعطي الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلت به نبات الأرض فأصبع أشيما تذنوه الريا وكان الله ولا كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة العياة الدنيا والباقيات الصالحات والباقيات الصالحات خير من ربك ثبابا وخير أملا ويوم نصير الجبال وترى الأرض بارزة وهشرناه فلم نغادر منهم أهدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا وابلع الكتاب فترى المجلمين مشفقين مما فيه ويقولون ويقولون يا وينتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحسواها ووجدوا ما أملوا حاضرا ولا يظلم ربك أهدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أم ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشأتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المظلين عضدا ويوم يقولون عدو شركائي الذين زعمتم فدعوا فنم يستجيبونهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مشرفا ولكد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذنين ويجادل الذين كفروا بالباطن يذهبوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن نظلم من من ذكر بآيات ربي فاعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وفي آذانه وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يقتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يآخذهم بما كسبوا لأجل لهم الأداب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذا قال موسى لفتا هنا أبره واتا أبلغ مجمعي بهرين أو وميعقبا فلما بلها مجمع بينهما نسيا أخوتهما فاتخذ سبيله في البغر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتي آتينا غذاءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصما قال أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت العوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البغر أجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا فوجد أبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا آتيناه رحمة من عندنا وألمناه من لذنا علما قال له موسى هل اتبعك على أن تعلّمني من ما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تهت به خبرا قال ستجدوني إن شاء الله صابرا ولا أحسي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أهدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال خرقها لتبرك أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم قلنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تواخدني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا ركبا يا غلاما فقتله وقال أقتلت نفسا ذكيا بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم كلك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاهبني قد بلغت من لدني عدرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يليفوهما فوجذا فيها جذارا يريد أن يوقع الله فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأميل ما لم تستطيع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن عيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة وصبا وأما الغلام فكان أبواهم مؤمنين فخشينا أن يرهقهما تغيانا وكفرا فأردنا أن يبدل لن يبدلهما ربهما خيرا من أزكاة وأقرب رهما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تهتغو كنز لهما وكان أبوهم صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأميل ما لم تستع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين كل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه به كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين همئة ووجد عندها قوما قل لا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه أدابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فلغ جزاء الحسنا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وكذ عهدنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجود ومأجود مفسدون في الأرض فحل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خيرا فأعينوني بقوة نجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساب بين الصدفين قالوا فخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أخرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبها قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله ذكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصون فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في إغتاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفهسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أرتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل لنبئكم من لك سنين أعمالا الذين ظل صيغوا في الهيات الدنيا وأم يحسبون أنهم يخصنون سنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فابتت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جعنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وأملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها هملا قل لو كان البهر مدادا لكلمات ربي لنفذ البهر قبل أن توفن كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل أمنا صالحا ولا عيشنك بعبادة ربه أحدا صدق الله صدق الله العلي العظيم عروح مرحيم آيا ملک الجبب آر آيا راجات راجن آيا اللہ پرشد مار ملی آجتش دیمسام صوبحنا نمسکار انگلين پويتر مائز سورت للم كحف ننگل صورت للم كحف ننگل الله يمارنا مره يلا بل ياجد وسنغل لم سورة القهف وعدان نيننغل قصوبا يمنل غنين رحماني جنغلانك بطناناك ترنم الله إيمان سلامتاك ترنم الله إيمان سلامتاك ترنم الله عرُحَ مُرَّاكِمَآيَمْ مَرِكُلْ جَبَّارَآيَمْ إِرَعَجَادِ نَعَجَنَآيَ رَبَّهِ سُورَتْوِلْ قَحْفُ وَجَمْبُوْ الله جنغلانك قُدُمْبَنْغَلِلْ لُؤْرِبَادِ مَشْمَنْغَلْ لَنِبَوِكُمْنَّ وِرُنْدِ وُؤْرِبَادِ پْرَيَاسَنْغَلُلْ لَوْرِنْدِ يَلَّآ میَا سُورَتْتِبْدَ بَرَكَتْوَنْ نَنْغَلْكِ نِيپْ پَرِهَرِكَنِي الله يَلْآ بِذَ بَشَمَنْغَلُمْ يَلْآ بِذَا پْرَيَاسَنْغَلُمْ يَلْآ بِذَا سَنْغَدَنْغَلُمْ يَلْآ بِذَ تَنْشَنَنْغَلُمْ نين انغلق سلامت تکنے رحمان